لاحظنا مؤخراً أن سمية الخشاب أصبحت مؤثرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن التمثيل فأراءها بكل مواضيع صارت محط أنظار الصحافة لاختلافها بالنوع والشكل هالأسبوع سمية الخشاب أبدت رأيها بزواج الصالونات وهو الزواج التقليدي اللي كلنا منعرفه ووصفته بالطريقة الفاشلة لاختيار شريك الحياة وعبرت سمية الخشاب عن استغرابها الكبير من الموضوع وقالت بتغريدة على تويتر كيف ممكن البنت تتزوج واحد ما بتعرفه ولا شافته ولا مرة والموضوع ما وقف هون فسمية الخشاب عبرت بتغريدة تانية عن استياءها من شكل الزواج بالوقت الحالي واستعجال الأمور من قبل الأهل وقالت المفروض فترة الخطوبة ما تقلش عن سنة ونص على الأقل ارحمونا بقى من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان عايزين نفرح بالبنت وعايزين نطمن على البنت ونسترها واعتبرت سمية الخشاب في تغريدتها أنه هالتصرفات اللي بيقوموا فيها الأهل هي السبب بزيادة نسب حالات الطلاق وكتبت أم إيه بقى ترجع البنت بعد شهرين ثلاثة متطلقة وتقعد في أرابزكم ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خيفة من كلام الناس أو عشان العياد اللي بتابع سمية الخشاب بيعرف تماما دعمها الدائم للمرأة والتركيز على استقلالية المرأة بالإضافة للمطالبة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار برأي المرأة فبتغريدة سابقة أعربت سمية الخشاب من خلالها عن استياءها من حالة التقليل من قيمة المرأة بالمجتمع من قبل الكثير من الرجال وخصوصا جملة الست مكانها المطبخ وكان ردها وحب أقول لأي حد ذكوري بيختلف بالرأي مع واحدة ست وبيقول لها مكانك في المطبخ فأنت يا عاطل يا مكانك الكنبة يا أم عمي اشتركوا في القناة